هل شرح لكم تفاصيل ما يحدث لماذا اقتنعتم بكلامه أولا كنا حوالي أربعين فنان وفنانة من وجوه الفنانين بسوريا دأب الرئيس بشار أن يجتمع بفعاليات مختلفة من صناعيين إلى طباء إلى محامين إلى فنانين لا يسمع منهم ويسمعوا منهم فبالتالي بدون ما يشرح لنا نحن مثل ما حكينا قبل شوي عارفين عمق المؤامرة على سوريا لكن لما يعني نحن كانت وجهة نظرنا أنه قدرت هذه المؤامرة تتسلل إلى سوريا من خلال الفساد أولا وآخرا الفساد فساد في جوانب السلطة في مؤسسات الدولة يعني يا قلبي لا مو بس هيك نرجع لمسألة العدالة الاجتماعية غياب العدالة الاجتماعية يولد فساد فورا يعني هلا أنا بذكر لما كنت يعني تخرجت من الجابعة وابتديت عملي كان راتبة بهذاك الوقت حوالي مئة دولار وتزوجت وسكنت وققرت بيت واشتريت عربية بالتقصيد بكل ها ها المئة دولار يعني كان دخل الموظف أو العامل كافي لأنه يعيش حياة كريمة لما بتحاول ترشي موظف تدفع له رشوة كان إما يضربك أو يشتكي عليك وبيعتبرك أنت أهنت كرامته بهذه الرشوة اللي يعني بيضربك أو بيشتكي عليك إذا ما أهنت كرامته بهذه الرشوة ليه؟ لأنه الراتب تبعه ما بيكفيهوش فصار الواحد استاذ وائل وانا شي خطير كتير أنه يبرر يلاقي مبررات إنسانية لارتكابات لا أخلاقية يعني لما بشوف شرطي المرور عم يرتشي من من سائق مخالف بقول أنا طيب حرام بده يعيش عم لاقيله مبرر إنساني لارتكاب لأخلاقي وهذا هو الفساد العام ما عاد الفساد الفوقي بأهل فسادهم بالملايين ترجمة نانسي قنعيش